وبمناسبة الانتخابات قبل ما ندخل في الأخبار يريد تنوهلنا عن البرامج الخاصة هنا في إنفو جراد هنا على النمسا ميديا خاصة بالانتخابات في المرحلة القادمة اليوم الانتخابات تحياتي دكتور مدوح بجدد ترحي فيك مرة أخرى يعني إن شاء الله هتكون فترة حاسمة يعني إن شاء الله هنبدأ دي بندواتنا أعتقد من الأسبوع المقبل يعني هنحاول نكون إن شاء الله بمرحلة للعمل على التوعية لتفهيم يعني الشخص الموجود بالنمسا بغض النظر إن كان لديه الحق الانتخابي أم لا هيكون في عنا سلسلة من الندوات سلسلة من المحاضرات ضمن باقة حديث النمسا الخاصة بانتخابات 24 وجهنا الدعوة للعديد من الشخصيات البرموقة والشخصيات السياسية والمحللة والناشطة الموجودة في النمسا يعني غالبا حيكون في عنا إن شاء الله يعني أسبوع حافل أو الأسبوعين حافلين يعني حتى طرحنا إن شاء الله موضوع المواضيع اللي حنكون ضمن المواضيع المطروحة صعود اليمين المتضرف وتبعاته لخمس سنوات مقبلة لحديات اندماج اللاجئين السوريين وغيرهم مع مخاوف حكومة برآسة يمينية إنعكاس وصول اليمين إلى السلطة على مسلمي النمسا وأيضا أهمية القضية الفلسطينية من منظور الأحزاب السياسية بعد الانتخابات وأيضا توجه السياسة الخارجية النمساوية مع توقعات وصول حكومة يمينية الانتخابات النمساوية أيضا وتحديات الإسلام السياسي يعني بصراحة حاولنا ضمن هذه المواضيع نركز على موضوع يعني وصول اليمين باعتبار هو العنوان الأبرز بصراحة للمرحلة الانتخابية سنعلن طبعا أن هذه المواضيع كافة خلال اليومين المقبلين على الصفحة الرسمية النمسا ميديا إنفوغرات وأيضا سيكون هناك دعوة موجهة ومفتوحة لأي أحد يحب أن يكون موجود معنا ضمن الجمهور باعتبار أن استوديو النمسا ميديا تطور في الفترة الأخيرة وأصبح من الممكن استقبال جمهور ليس جمهور الكبير جمهور محدود يعني من 10 إلى 20 شخص ضمن الاستوديو أيضا للمشاركة والتفاعل وأيضا كما قلنا سابقا استاذ المدوح نحن بهمنا جدا نحن مشاركة يعني مشاركة الأشخاص الشخص العادي الشخص اللي مثلي ومثلك مثل أي شخص بعيد عن السياسة ممكن أنه يحب يشارك موجود يكون موجود معنا فهذا نحن بصراحة نحاول أنه نركز عليه طب هتكون العملية اختيار الأشخاص أو الجمهور بأولوية التنوية أو بأولوية الحجز للمكان ولا العشرين شخص اللي ناخدهم الألية اللي ناخدهم بها والله يا سيد زمدوح ما في شيء محدد يعني هتكون الدعوة مفتوحة طبعا أي شخص لازم بده يحضر لازم يكون فيه يعني فيه تواصل مسبق لأنه مثل ما تفضلت الأماكن محدودة إلى حد ما يعني طبعا هي بأقصى حالات عشرين بس هي بصراحة المكان اللي بارف لو الكاميرا بقدر تيجي يتسع حتى خمستاشر شخص تقريبا بالأولوية بالضبط بأولوية الحجز بس عنا في عنا عدة ندوات فممكن الشخص اللي ما قدر بالندوة الأولى حيكون بالثاني والثالثة وإلى ذلك عشان برضو ما فيش حد يزعل مننا واللي يخدتوا ده وأنا صحين